السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في موسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة ضيفة اليوم ريم طيبة ريم فيزيائية في مجال الطاقة العالية وفيزيائية الجزيئات تعمل في منظمة سيرن للأبحاث النووية إنسانة طموحة وتميل إلى الجانب الإبداعي بقدر الجانب العلمي ريم أنا حقيقة من أكثر أشياء اللي لفتت نظري وكنت حقيقة نعمل معاك اللقاء قدرتك على تبسيط المفاهيم الفيزيائية للناس اللي زي حالاتي اللي ما كان أحب الفيزياء في المدرسة بس ساعتين إن أقدر أفهمها أكثر فمرة سعيدة بوجودك معنا ريم أهلا وسهلا أهلا بيكي منال شكرا على استضافتك والله يسعدني جدا أني أسمع دالكلام لأنه فعلا أشوف مرة ناس كتير حوليني يعانوا أكره الفيزياء يا حبايبي والله المشكلة بسيطة جدا بس كده أخذي حبة حبة وبسيطة كله يمشي هي ربطها بأرض الواقع نبدأ بالسؤال الأساسي إيش تعريف الاستدامة بالنسبة لكي؟ الاستدامة بشكل عام إنه نستمر في عمل معين لأطول مدة من الزمن ممكن تكون فإنه نخلي الشيء مستديم بالنسبة لنا نخلي الشيء يستمر لمدة أطول من الزمن هذا بالنسبة للتعريف الاستدامة ودائما الفكرة أو المستدامة في البيئة ولا في النفس ولا في العمل إنه الناس تبدأ شغلانة بعدين يستمر شهر شهرين وتتنسي كده يعني العمل يقل ويروح فالفكرة إنك كيف تخلي العمل ده مستديم حتى إلى بعد حياتك مثلا والاستدامة الذاتية؟ تعريفك الخاص اللي نقدر نقول أنا بالنسبة لي إنسانا شغوفة في الفيزياء فكل حياتي بيسكلي الدراسة كيف إني أخلي قراءتي أو كتابتي ودراستي وكلها تكون مستمرة باللفل اللي أحبه من غير ما أطفش ومن غير ما أزعل من غير ما يكئبني أنا قاعدة طول اليوم بقرأ ولا طول اليوم على الكمبيوتر كيف هذا يكون بالنسبة لي شيء يحل أيامي بغض النظر عن إذا هو صعب ولا سهل بغض النظر عن المشاكل اللي أواجهها وهذه هنا الاستدامة كيف أنت تعاملك مع نفسك برضو يجي أنا بالنسبة لي فيه دائما أنا دي أسميه بالمثلث اللي في حياتي يعني يكون التوازن بين الجسد والعقل والروح فلما يكون العمل من ناحية الجسد اللي بأسويه بأبذل الجهد جسمي بيتحرك بأضع كل الوقت الكافي أو اللي أحتاجه في إنه أشياء تصير وتتغير بعدها بالنسبة للجسد وبعدها بالنسبة للروح إنه هل الشي اللي أنا بأسويه ده فعلاً مناسب لي فعلاً يكون غذاء لروحي فعلاً بيعطيني بيردلي عطاء لي والغيري هل هو شي بيسعدني إن الناس تستفيد منه وأنا كمان بستفيد منه جزء الثالث اللي هو العقل تعقل إنه أنا أفهم إيش جسدي يحتاج وإيش روحي تبغى وكيف أربط دول الاثنين مع بعض هذا هو إنك تتعقلي ذاتيتك ولما التوازن يحصل بين الجسد والعقل والروح أتوقع هنا أكثر استدامة ممكن تكون في حياة الإنسان إنه يعيشها بسعادة وبصدر رحم مهما كانت المشاكل والمشاق حبيت التعريف هذا وطريقة النظرة لشي هذا بس لما نحن بنتكلم على التوازن التوازن على حد ما أنا أشوفها وأنا مو مرة أحب كلمة التوازن لأنه بعض أحيانتي تشاف في إنها شي ثابت بس التوازن ديناميك يعني بيتحرك بيتغير طول الوقت فهل مثلاً لو بدي أحقق التوازن لازم كل الأشياء هذه تسير بنفس الكمية بنفس الطريقة ولا فيها متغيرة كيف أحسبها إنه هادي متوازنة هنا نبدأ أحب أدخل لعامل الزمن فعلاً في أشياء مفهومة لاستدامة حقتها لازم تفهمي لها مدة زمنية عشان تعرفي كيف تعامل التوازن زي ما بتقولي هذه النقطة واحدة عامل الزمن وعامل الزمن بين بالنسبة للإستدامة الذاتية اللي دي بيقولتها العلاقة بين الثلاثة أشياء دي العلاقة بين ثلاثة أجسام أو بين ثلاثة متغيرات الريشيو بينهم برضو حيكون مختلف لأنها ثلاثة مو بس كفتين فهنا أقول إنه عامل الزمن يدخل مثلاً لو كان العمل اللي إحنا نحب نستمر فيه عمل صغير إني أرضي جانب الروحي يوم وأرضي جانب الجسدي يوم وأرضي جانب العقلي يوم فصار عندي ثلاثة أيام لازم استخدمها عشان أحصل على التوازن دا ثلاثة أيام طبعاً تعتبر مدة مرة قصيرة على حسب كبر الشيء المدة الزمنية دي تزيد يعني ممكن أنت يوم واحد يكون ما في أي عمل جسدي يوم واحد لا بتقرأ ولا بتكتب ولا بتسوي رياضة ولا بتسوي أي شيء جسدي لكن فقط بتحاولي تفهمي وتتعقلي كل الأحداث اللي صارت هذا برضو جداً مهم وهذا غير عامل الراحة للإنسان لازم يأخذه في أيامه وفي حياته برضو لأنه الآليات والإفكار لما تصير في المخ وتدور تدور تدور في المخ لها وزن مرة كبير والناس ما يحسبوا دا الوزن فعشان كده دائماً يكونوا تعبانين في الشغلانة لكن جهد التفكير بقدر جهد العمل الجسدي فهنا الزمن يدخل إنه ممكن تحتاج ممكن الشخص يحتاج شهر بعد أي مثلاً كورس ولا المرأة تحتاج ستة شهور بعد ما تولد مثلاً أنا ما أعرف بس يعني بحط مثال وحتى الجانب الروحي ما عمره أي أحد حيقدر يوقطه أو يعطيله زمن لأنه ما نعرف متى يحصل بالزبط وهذا الكثرة الحصول التعقل بين الجسد والروح حقيقة تزيد مع التجربة لكن ما حتقدر تقولي يلا دحيناً وأتكلم مع روحي وأشوف إش تبغى شوية صعبة عرفتي فهي تصير مع الخبرة ومع التجربة ومع الاستسلام التسليم بالأصح أي التسليم دوبك ريموت بدت تكلمي قلت إنه العلاقة مع الروح ولا تجربة الروح ما نقدر نحددها ولا نختارها هي تيجي ومع التكرار تصير أسهل نرجع شوية الورا كيف أنت بتعرفي هذا الجانب كيف تعرف إنك حققتي شيء في هذا الجانب علاقتي مع الروحي زي علاقتي مع جسمي كبني آدمة إحنا نولد صغار ونكبر ونوصل لمرحلة البلوغ ونعي ونعدي مرحلة الوعي ونتحاول نفهم العالم فبنكبر مع الزمن والروح برضو تكبر مع الزمن ليها مراحل ليها مراحل البلوغ ولها مراحل وعي ولها مراحل ما بعد الوعي ولها أشياء كتير يعني انت سألت إيش العلاقة مع الروح بما إنه أنا أنيتي أو ذاتيتي هي الجسد والروح والعقل فأنا حقول إيش علاقة الجسد مع العقل لأنه هو اللي يفهم العقل هو الجسد المخ والعمود الفقري والأعصاب هي اللي لها علاقة بالروح اللي أنا أؤمن إنه هي جزء من الجسم لا يتجزى فعلاقة الجسد مع الروح هو أن هما الاثنين يحاولوا يفهموا بعض كده بال يعني هما بيكبروا مع استمرار الزمن كل ما الجسد يكبر كن عندنا معلومات زيادة كل ما ندرس ونتعرف ونقرأ ونكتب حيث تفتح أبواب تحلينا نحاول نفهم أكتر كيف الروح تشتغل أو كيف الحدس يشتغل أو كيف الحاسيس اللي في الجسم تشتغل كيف الكيميائية الجسم اللي هي زي ما تقولي الإشارات أو المؤشرات اللي نروح ترسلها للجسم عشان تقول لك هاي هنا نتبهي احنا كده لا أنا مني مبسوطة هنا لا هذا شيء حلو سوي كده ففي دي الاموشنز اللي تطلع يعني أنا من نسبة لي هذه لازم تكون هي الموجهة للحياة ولازم يعمل ولازم أروح وأسوي وأتحرك بيسيكلي لك الجهد الحركي هو اللي يبدأ بإنجاز وتنفيذ المؤشرات اللي من الروح تحس إنه والله أنا حققت استدامة وليك في شيء مثلا أبغى أسويه وقدرت أسويه لأني راعيت المثلث هذا كمنظم للتحقيق الاستدامة دي نقدر يقول عندي حقيقي عامل واحد أو جملة واحدة اللي أنا دائما أحاول أنفذها وأسويها أني أمر مهمة أني أسمع كلام نفسي لما أقول مثلا أنا بسوي رياضة وأقول خص حجري خمسة كيلو والله ما أوقف على أربعة ونص مستحيل خمسة يعني خمسة تسمع كلام نفسك فهذا أهم شيء ممكن يساعد على الاستدامة لأنه أنا أقول الواحد يتمنى دائما ويظل نسوي كده وتعالي نسوي كده خلاص يا ريم لازم تسوي كده ولو ما سمعت كلام نفسي ما في ولا شيء حيصير ولو ما سمعت كلام نفسي برضو ما حيصير في الثقة في الذات أو في النفس أو في الكلام اللي أنا بقوله فهو ده اللي حقيقي ساعدني إن أنا التزام إن أسمع كلام نفسي وفي المثلث أنا يعني من طرق كل واحد يعني عارفك اللي عنده to do list ولا اللي يكتب في الجورنل كل واحد عنده طريقته فأنا بالنسبالي دائما at least مرة في الأسبوع مثلا لازم أعمل كده النقاط إيش جسد إيش روح إيش العقل إيش أبغى إيش ما أبغى أحطها على ورق عشان الصورة توضح في مخي دائما أكتبها التراينجل ولما أكتبها بنفسي وأحطها النقاط المهمات اللي أبغى أسويها وممكن تكون أحلام ممكن تكون أشياء واقعية وأشياء غير واقعية بغض النظر بس أشياء أنا لازم I process في مخي لازم أفكر فيها لازم background في مخي أفكر فيها في بداية الكلام قلتي جملة أبغى أرجع لها قلتي العمل تقومي به تكون بالمستوى اللي أنت تحبيه أو تتطلعي لو بعض الأحيان بيكون عندنا تطلعات أو أهداف نقدر نقول غير واقعية أو زيادة على اللزوم فبنحاول نحقيقها في وقت مثلا قصير وبعدين يصير فيها ببساطة تكون غير مستدامة لأنني أنا ما أقدر أبذل المجهود هذا كله في الوقت القصير هذا لتحقيق الأهداف فكيف أقدر أسوي الشيء باستدامة وكيف أقدر أغير أهدافي والأغير الأشياء اللي أنا أبغى أسويها حتى لو أنها أخذت وقت أطول بس تكون مستدامة وانت بتتكلمي في مثل صيني جاء على بالي ومر أحبه دائما يعني دائما أفكر نفسي بي وترجمته هو إنه الطبيعة لا تستعجل لكن في النهاية كل شيء يتم إنجازه بس المثل ده دائما يقول لي إنه الزمن والوقت مو بيدي فمن هنا أبا جايب على سؤالك إنه الإنسان دائما عنده عامل العجلة أبا سوي كذا دحين أبغى دحين كل شيء أبغى أمس وهذا فعلا فكرة مضادة تماما للاستدامة الإنسان أوردي يعني بالفكرة دي أوردي بيحط نفسه في العجز فبيبني نفسه على شيء يعني ما له مستقبل لأنه حصل أمس هو يبغى أمس عرفت كيف أوردي حاصل أنا أشوف إنه كيف وليش وإش المقادير هادي نقدر كده نربطها بعقدة وحدة اللي هي بس إنه نغير فكرة إنه الإنسان كيف عجول لما أنا الشخص يغير نفسه إنه أنا حشتغل وأنا حسوي وأنا حأحصل التوازن أو أنا حأحصل السعادة الداخلية بالتوازن أو بالعمل بغض النظر عن إش المخرجات طبعا أنا أنا ما بتكلم على مشاريع عليها دادلاينز أنا بتكلم على الإنسان كشخص كذاته كأشياء أحلامه كهو يبي يسوي في حياته فإحنا لما نبدأ نشتغل أو ننطلق من دال مفهوم إنه أنا حأعمل من غير المقابل أو أنا حأعمل هو يصير ووقت ما يصير لكن أنا أحاول إني أستمر في التوازن بين الجسد والعقل والروح هذا أسرع سرعة زمنية الإنسان يقدر ينجز فيها إنجازاته لكن بغض النظر عن متى تحصل الإنجاز متى يوقع ما له أي علاقة بمتى هو يبدأ ولا كيف هو يبدأ ولا مين يحبه ولا مين يعجبه ولا حتى إذا هو مقتنع فيه هذه الفكرة اللي بربطها إنه الشخص اللي استدامته في العمل تليها وقت قصير يقدر يغير وجهة النظر إنه الاستدامة لها مدة زمنية أطول ممكن تتعدى الحياة لما نكون صح إحنا دائما نتكلم عن التوازن نتكلم بين شيئين وخاصة مثلا يعني في توازن بين العمل والبيت دائما فيه هادي الواحد يكون بين اتنين كفتين ما الواحد يقدر يسويها يعني بصراحة بتعمل ضغط أكتر مما الواحد يسويها بس الواحد يتكلم على توازن بين ثلاثة أشياء هادي مختلفة تماما حتى وأنا بأقولها التوازن بين الثلاثة أشياء ما تديني إحساس بالنو أنا كفة راجحة واحدة والاثنين فعلا التوازن بين شيئين يصير زي كأنه فيه صراع لو ما كان متوافق بين ثلاثة أشياء عامة الصراع حيقل لأنه بتتقسم على ثلاثة أشياء وممكن أشخاص يجوا ويوازنوا حياتهم بين أربع أشياء أنا بالنسبة لي هادي الثلاثة أشياء هي اللي ما تقدر تختصر إلى أكتر من كده لكن أربع خمسة كله وارد ما كل شخص ذاته يعني طيب كيف الفيزية تقدر تساعدنا في الاستدامة ولا كيف تقدر تفهمنا الاستدامة لأنه إذا أنا صلحي لدان غلطانا الفيزية هي كيف العالم بيمشي كيف الطبيعة بتدور كيف كل شيء بيصير بناء على الفيزية وكيف الشيء بتصير فكيف نقدر لو أنا بديت أفهم إشي يعني استدامة كيف الفيزية تعلمني الفيزية بذاتها بقوانينها ما حتعلمك شيء مفهومك لقوانين الفيزية هو اللي حيعلمك في حياتك وبالنسبة لي مفهومي للفيزية والفيزية شيء ما حتتغير الفيزية ما حتتغير من شخص لآخر لكن مفهوم الأشخاص يتغير للفيزية كل واحد يشوف الطبيعة على حسب نظرته على حسب عقله وتفكيره وبالنسبة لي في مفهوم الاستدامة أحس الشيء اللي دائما في بالي ويعلمني كيف أنه يعلمني عامل الزمن في الاستدامة هو النظرية النسبية في الفيزية النظرية النسبية لها علاقة كبيرة بالزمن نسيج الزمكان النسبية الخاصة كلما الجسم يمشي بسرعة أكبر يكون إحساسه بالزمن أقل وكيف الجسم لما يكون يمشي بسرعة أقل العكس يعني كلما يكون ثابت أكتر زي التأمل لما تكوني في حال التأمل إحساسه بالزمن يكبر فتعيشي زمن أكتر وانت في حال التأمل فهذه النظرية نسبية الفيزيائية مثلاً الخاصة والعامة تعطيني مفهوم خاص تعطيني مفهوم معين عن كيف الزمن بيشتغل في العالم وكيف أنا أقدر أستفيد من زمني أو كيف أقدر لما يكون مثلاً فاضية أو لما أكون مع ناس أو لما أكون مني مبسوطة أحسن أن الزمن عندي كده كل حاجة بتمشي بسرعة وما لها معنى فأعرف أني ما بسوي شيء موافق لي فهذا واحدة من النظريات الفيزيائية اللي لما الواحد يفهمها ويفهم كيف الزمان والمكان يتعامل مع بعض حتتغير نظرته لزمانه ومكانه هو جواب حقيقي حلو يعني هل صحيح تقدر نقول لو أنا سويت الشيء بطريقة أبطأ شوية يعني هأقدر يكون عندي وقت أكثر يصير أنجز أكثر أكيد هي ما هي أبيض وسود ولا هذا بس يعني السؤال جاي من فين لأنه إحنا في عصر كل شيء بسرعة 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 لازم يعني ودائما نقول ما عندنا وقت هذي أكبر أكبر كذبة ليش أكبر كذبة طيب هدخل دحينة تاني كذا فكرة جديدة اللي هي علاقة الجسد والروح طيب الجسد هو اللي دائما يقول ما عنده وقت لأنه لما أنت تكون تبت تروح الشغل وبعد أنت تسوي مدرش بعد البد بعد أنت تروح تجيب العيال من مدرس ويكون عندك مهام مرة كتيرة وتقولي كيف حقسم هذي في الوقت ما حيصير وتحس أنك غرقانة في شبر مية وكذا ما عندك وقت لكن الروح هو الجزء اللي يمط الزمن هو الجزء اللي يحس بالزمن هو جزء اللي يتعدى الزمان والمكان كل ما كان التوافق بين الجسد والروح أكبر كل ما حيقل إحساسك أنه أنا ما عندي وقت لأن الروح فاهمة مفهوم الزمن أكتر والروح هو اللي حتعطيك الجيوب الزمنية دي أكتر فدحينة صار عندك شيان يتلعب بيهم كده عرفتي ما صار فيه أبيض أسود صار فيه لا جسدي لازم يكون دول القدرة على إنه ينجز الأشياء دي في مدة معينة وإحساسي بالأشياء دي من ناحية الروح برضو هيختلف وليه طعم مختلف في مدة معينة واللعبة بين دولة الاثنين هي فعلا لعبة يعني الكفة تتراجح بين هنا وهنا هو اللي حيقدر خليك تستوعب إنه لا أنا عندي زمن أكتر وهذه تحصل يعني أسهل باب تقدر توصلي لها اللي هو التأمل لما تجلسي وتتأملي بعد ما حتى تعطي جسدك المدة الكافية إنه يفهم ويتعقل كل الأشياء اللي صارت وما تكون أنت في حالة تراما ولا ما تكون في حالة توتر بعد ما يعدي كل دي الأشياء اللي أصلاً هو لازم يعديها ويبدأ يهدأ كده يوصل مرحلة الصمت بعدين الثانية اللي تعد هنا أو الدقيقة اللي تعد هنا ممكن تكون بالنسبة لك حياة ممكن تكون بالنسبة لك الساعة لأنه فعلاً في مخقك راح وجاء وعدت زي ما كان لمدة ساعة وهي في الوقت في الساعة on the clock it just was one second لكن مفهومك ليها اختلف بسبب ربط الروح بالجسد وهذا رجعنا للاستدامة كيف؟ وهذا رجعنا للاستدامة لأنه عامل الزمن في الاستدامة مختلف احنا نبقى عملنا يستديم يبقى يكون مستمر مهما اختلف الزمن والزمن حيطول كل ما كان رابط الجسد والروح أقوى أول باب تقدر يتدخلي اللي هو مثلاً بالتأمل أو بعدم الاستعجال في العمل اللي انت بتعملي بالتأني في العمل اللي انت بتعملي يعني إذا ده أقدر أفهم من كلامك إذا أنا أبغى أسوي أي شيء بطريقة مستدامة العلاقة بين الجسد والروح تكون أقرب منها أقدر أنا أسوي أشياء كثير والوقت يكون كافي خلينا نقول for lack of better word إني أسوي هذا الشيء ويستمر وأنا أستمر إني أنا أسوي هذا الشيء أيها هذا رأيي في الموضوع وسوف أرى من خبرة شخصية It works شيء تاني يعني أنا مرة أحبه كنت أسويه يام كتف الثنوي يام اختبارات الثنوي كده الصحيان بدري والله إنه الوقت في الصباح من جد مبارك من أكتر ما يكون وفعلا يعني ممكن أنا أحاول أني أعملها نظرية ولكن كل ثلاثة ساعات تصحيها أبدر من العادي لكي فيها حيات أخرى حيات كاملة أقسم بالله كاملة يعني تقدر تكوني ثلاثة شخاص بكل ثلاثة ساعات تصحيها أبدر خلينا نخلص في الحياة اللي أحد بها ونعرف نرتبها ونعرف الجسد يكون متقارب مع الروح يعني لأنه يمكن هي هذه إحساسنا بعدم وجود الوقت لأنه الروح بتكون في عالم في جهة والجسد بيسوي شيء تاني مختلف يعني أنا أفهم من كده أنه كل ما قدرت أسوي أشياء أنا روحي نفسي كلي كل أجزائي تحب تسويها أو تجيها معنى معنى بالضبط يخلي نروح تكون مبسوطة وفي حالة أنها حققت هدفها كل ما قدرت يسوي الشيء أكتر فهذا يمكن تعريف اختلف ولا جديد بالنسبة لي الآن عن استدامة إنه إذا أنا أريد أن أسوي الشيء يكون مستدام معناته أكون شيء أنا أحب أسوي أنا كل أجزائي التلاتة ولا الله أعلم هي كم جزء كلهم يحبوا يسوي أنا موافقتك مية في المية نايس هذا أداني بعد جديد عن الاستدامة في نقطة كمان بقولها مع كلامك إنه اتصال الجسد بالروح زي ما قلت في البداية برضو إنه هما الاثنين بيكبروا ولشخص كبير في عمرا جسدا عمرا مثلا في الأربعينات ولا في الخمسينات وما يكون أعطى نفسه الحرية أو الوقت إنه ينمي روحه في نفس الوقت الروح لسه حتكون صغيرة وما حتقدر توصل الوعي اللازم مثلا أو الوعي اللي هو يحتاج يفكر إنه يبغى فداء العمر مثلا عرفتك ما يكبر وسوى ما يكبر مع نفس الخط الزمني فهذه نقطة مهمة الوحدي رائيها ومو شرط إنهما يكون الاثنين بنفس العمر Like intelligence age في مثل ولا جملة كانوا يعني أهل زمان يقولوها يعني عمتي الله يرحمها كانت يقولها مثلا يقولوا هذا الشخص خاصة على أطفال يقولوا روحه قديمة مثلا أو روحه شسمه كبيرة في نفس الشيء ممكن نلاقي ناس كبار في الكبار روحه صغيرة وروحه صغيرة فيعني مرة الحديث معك ريم وسع لي مفاهيم كتير بس قبل ما نختم إذا ممكن تقول المستمعين كيف يقدروا يعرفوا أكثر عن اللي أنت بتسويه عندي صفحة في انستغرام think your reality and think with a Q not with a K والصفحة ببسط المفاهيم الفيزيائية بطريقة تربط بين الروحانية والحياة الذاتية علاقة الروح مع الجسد لكن العلاقات هذه اللي بأربطها كده ستكون يعني شوية نادرة لكن الفكرة أنه أوسع مفهوم معان فيزياء الكم باللغة العربية طبعا عشان أحس أنه سيساعد الناس مرة كثير أنها تفهم أو تغير وجهة نظرها ومنظورها للزمن وللمكان ولذاتهم زي ما كنت بتقولي من دين ناحية وهي أشياء هي فقط يعني هي موجودة في كل الكتب العلمية وأغلبها بالإنجليز لأنه علم مظهر في أوروبا غالبا في أمريكا لكن بحاول أخليه أكساسابل لكل الناس بالعربي أنصح كل الناس اللي بيسمعوا يروحوا له لأنه حقيقة جدا مفيد طيب ريم آخر شي عن الاستدامة تحب تشاركي فيه هأنهي الحلقة بأنه أنصح كل أحد أن يسمع كلام نفسه أسمع كلام نفسكم وأسمع كلام روحكم اشتركوا في القناة